رغم ضالة إنتاجه في حوض البحر الأسود مقارنة بالأرجنتين غير أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا أجج أسعار فول الصوية المستخدم على نطاق واسع لأغراض غدائية وطبية المدفاية الروسية تطلق حمامها تجاه كييف وأوديسا وليفيف والمضاربون في بورصات السلع يركبون موجة الأجواء الساخنة فيقودون فول الصوية نحو مستويات لم يشهدها منذ عشر سنوات والأسباب باتت غير مجهولة التخوف من سلسة إمدادات هذه المنتجات المزروعة في مناطق الصراع بل التخوف أصلا من مصير هذه المزروعات التي هجرها فلاحوها بوشيل فول الصوية استهل تعاملاته هذا العام عند 14 دولارا قبل أن تشعل الحرب فتلا ثمانه مرتفعة بواقع 22% وصولا إلى 17 دولارا لترتاع أفئدة الذين يعتمدون عليه كمصدر غذائي وطبي باعتباره مساهما في ضبط إيقاع الكوليستيرول والضغط فضلا عن مرض السكري ومضاعفاته روسيا وأوكرانيا تحتلان الدرجتين التاسعة والعاشر على التوالي على سلم كبار مصدرية الصوية لكن اجتياح الأولى للثانية أشع حالة من التخوف لدى رواد منتجي هذه السلعة الزراعية لتقرر الأرجنتين أكبر المنتجين العالميين ابطاء وطيرة تصدير زيت ودقيق الصوية وما يرتبط بهما من منتجات تمهيدا لرفع الرسوم الجمهورية عليها من 31 إلى 33% فول الصوية ليس بذات درجة أهمية القمح ودوار الشمس لكن صعود سعره يذكر بانكشاف ملف الأمن الغذائي على التطورات الجيوسياسية تطورات عادة ما يتصدى الفقير لدفع أكبر يثمانها ترجمة نانسي قنقر